السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء هنكمل مع بعض بصوا احنا دلوقتي المفروض يعني عملنا الهوم وعملنا السيل بتاعته ان احنا حطينا المنتج موبوض دلوقتي انا عايز المنتج ده ما يظهر لو حاجت ضغط على زرار البي هيدفع او هيبدأ يشتري فطبعا لازم لازم ان انا اجيب بقى القيم اللي انا هدفع له في الاول والاخر احنا عايزين نعمل ايه عايزين نحول الاونر بدل ما هو كان هو يبقى السيلة والاونر دلوقتي بقى صاحبها تمام السولد يبقى ترو ماذا ما هي فولس البرائس اللي هيشتري يدفعها فالمفروض دلوقتي احنا هنروح للقيم اللي احنا عاملينها هنا سوري اللي احنا عاملينها هنا في اي واحدة الماركت ده ونبدأ نعبيها بالصيغة الجديدة وندفع الشخص اللي عايز ياخد الان اف تي دي ليه صح كده تمام فعشان بس ايه نبقى فاهمين الدل دي المجمل بتاعها هتعمل ايه ماشي فاول حاجة هنا اول حاجة هنبدأ ان احنا نعمل ايه باما يا صيتي انا عايزي جيب الاول خلينا نجيب الداتا اللي انا هبدأ اشتغل عليها انا اول حاجة عايزي البرائس وعايزي التوكن اي دي عشان خاطر من خلال التوكن اي دي بروح اجيب بجيب اي الحاجات اللي هتبقى جايات ماشي فانا هروح هي الاول هقول له هات لي برائس وال ozone 6.50 البرائس وده هيساوي ايه بقى يا سيدي ده هيساوي خد بالك ان انا باخد منه الـ item ID اللي هو اصلا بتاع الـ NFT عشان من خلاله ده اللي انا بتحكم من اللي احنا عامنا هنا وقلنا ده هي هتبقى الحصان الاسود بتاع الموضوع الـ ID from market place ماشي فالمفوض هروح هنا للـ price وقل له الـ ID from market item ماشي وقل له يا سيدي بقى وقل له هاتلي الـ NFT الـ ID اللي انا بديه لك ده اللي هو ده ضدت الـ price بتاعه عشان يدخل جواه يجبت الـ price تمام مفروب كده تمام مش مشكلة آآ وانا يقول ده لسه عشان عشان ما استواجم مش price ماشي تمام ده انا كده جبت الـ price طيب عايزين برضو نجيب نجيب الـ token ID عشان خاطر ايه عشان خاطر بعد كده وإحنا هنغيره الـ token ID ده هنبصيه هنبصيه اسمه ايه ده يا ربي هنقدر من خلاله نقدر ان احنا ندي لما نيجي ننقل الملكية بتاعة الـ NFT دي ما احنا بتاخد وانا اي دي بتاعة الـ token اللي هي اصلا خزرتها فيها صح اللي احنا عملناها في الاول دي اهي دي تاخد هنا الـ ID فانا عايزة اوصل له برضو unit 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 6 5 الـ token ID بتاعها وده هيساوي هيساوي ايه بقى؟ هيساوي نفس ده كده بس هنجيب منها ايه؟ token ID احنا نسمينها جواها token وده صح في جواها واسم يبقى احنا كده عملنا النقطة اللي احنا عايزينهم عشان نبدأ نشتغل عليهم صح؟ طيب دلوقتي دلوقتي خلونا نكمل الحاجات كلها وبعد كده نبدأ نعمل الـ requirement وال security زي ما احنا قلنا في الاخر ما عندنا عاملها ايه ان مش مش كده ماشي؟ طيب دلوقتي انا اول حاجة اصلا اه هبدأ اننا ابعت يعني اخد بقى بقى القيم منين؟ من الماركت ID ده فهاخد دي كده المفروض الماركت ID ده نقفل دي كده الماركت ID ده المفروض بياخد مننا ايه المفروض؟ بياخد مننا اول حاجة بياخد مننا الـ item ID صح؟ الـ item ID اللي هو الـ NFT item ID اللي انت هتدخل هنا تمام؟ هو كده اخد الـ ID واحد مثلا فالمفروض يروح يرد علي بقى؟ المفروض يروح يرد علي انا بقى عايز اقول له عايز اقول له ان الـ ID اللي جاء لك ده الـ NFT الـ item بتاعتها روح بقى اعمل خلي السيلر او السيلر اللي موجود جواها ادي له القيمة بتاعته ماشي؟ ادي له الفلوس اللي هيدفع يعني اللي هي .سيلر استنوا هتكبها وبعلي كاش رحله item.سيلر اللي احنا عملينه جواه .transfer ادي له MSG .value طيب يعني ايه بها يعني اللي انت عملته ده بس انه مش حاجة بص يا سيتي دلوقتي انا عايز السيلر ده .value ماشي؟ انا عايز ابعد طبعا السيلر ده دلوقتي هو الشخص احنا اتفقنا هنا ان احنا عملنا ان السيلر هو فين 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 اهو ده اول واحد ده السيلر صح؟ فالسيلر هو هنا بصفر ماشي؟ وصاحب الحاجة هو بقول الفلن المفروض هروح ادفعه من حسابه المبلغ اللي مطلوب هاخد منه الفلوس يعني ابعدها هاخد من حساب السيلر القيمة اللي انا محتاجة عشان يدفع فلوس الحاجة دي هي بدولار فيدفع الدولار او هي بإيثر فيدفع الإيثر ماشي تمام عملنا العملية دي بعد كده بقى هو دفع فحقه بقى دلوقتي هو الأومر صح؟ فهروح بقى هعمل نفس العملية دي كده هنا اهو بس ايه بقى بالك ماشي هعمل نفس العملية دي هنا بس ايه بقى طبعا الادرس دلوقتي بقى زي السي يعني هنعكس بقى دول كده control c هتبقى هي كده انا كده اخده بالك وبنقله الملكية وهنا بقى هي هنا من فرم لتو مين للمس جي دوت سندر لانه هولي بيطلبوا الفنكشن دي صح؟ تمام كده اه والتوكن اي دي هو التوكن اي دي اللي احنا جبناه هنا ده تمام اه يعني انا كده هنا نقلت الملكية اللي هو مثلا ناو او هنا هي دلعامنا مثلا بتتمي فيها الباب تمام في بقى بقى الداة اللي احنا محتاجين نزبطها يعني بقى برضو ان احنا بقى الائتم الائتم ماركت دي الائتم اي دي بتاع الاونر نخليها ونخلي الصود بتروح ونعدل بقى الحاجات دي ماشي صحي كده تمام ماشي نبدأ بقى نعملوا واحدة واحدة الائدي اللي هي ناخد دي كده هي دي دا احنا نشتغل بها اصلا هنبدأ هنا تحت نبدأ اول حاجة احنا هنا الماركت عايزين نروح له هنضي له الايتم او الانيف تي عشان نجيب لنا الانيف تي ايتم اي دي وده هيساوي اي دي ده انا عايز بقى اجيب منه الاونر واغيره صح او كمان دوت الاونر وده هخليه ساوي المس السندر المس جي دوت سندر صح عشان نعدلوه كمان ولا طلعا اكيد هيبقى فيه بيابول بيابول ماشي تمام ننزل تحت برضو هناخد ده او مفروض ماشي انا اخد ده بس مش الاونر بقى المراضي السود عشان نغير قيمتها في ايه ما تيوه وده هتساوي ترو عشان هي خلاص كده تباعت عشان هنعمل فلتريشن زي ما احنا متفقق تمام ماشي طيب دلوقتي فيه فيه مقطة كمان دلوقتي انا عايز بقى دفع رجل كده دفع تمانها بس ما هو لازم يدفع لي برضو انا صاحب المتجر انا الماركت انا الاونر ده اناخد بالنا من حاجة الاونر اللي انا عملته هنا ده فين ده 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 اللي هو انا مانا اللي هانشي اصلا من الماركت ده العقد ده انا اللي هعمله فعايز بقى اديله الفلوس ما هو هياخد الفلوس من هنا لما بيه ماشي احنا من اما الشخص بيحط الحاجة ما ب graveyard اما حد بيشترى بقى من دفعه يعمل اخر اللي بيدفع المبلغ ده هو الان هو الشخص بتاع اللي بيشتري. فانا هروح اقول له يعمل اللي انت بقيت اونر دلوقتي او لقى الاونر اللي هو انا يعني انا صاحب اللي بتاع هيجي لك فلوس هيدي درجة ده هيديك كام يبعث له اللي هو احنا مسمينها الماركت فيزة. ماركت فيز اهي. فانا الاونر انا كده المفروض جواه. او. ترانسفير. مزبوط. ماشي. دلوقتي في حاجة احنا اكيد كده اه 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 مش ناسيناها احنا جبنا طبعا احنا دلوقتي محتاج احنا كده يعني نوعا ما خلصنا بس فاضل نقطة. فاضل نقطة. دلوقتي احنا بنقول له احنا جبنا بتاع الحاجة دي. مش المفروض هنا بعد او اتأكدنا ان التوكم موجود. مفروض كده اقول له بقى ان انت مطلوب منك. مطلوب منك ايه بقى? مطلوب منك ان انت MSG dot value انك تدفع. انه مطلوب منك انك تدفع الايه? ان القيمة اللي انت هتفعها هتكون بتسوي تسوي البرائس اللي انا اعملوا فوق ده. فما دي انا هبقى جايبه ليه? ماشي? ولو مش كده هتطلعه البرسالة اقول له باسي دي. لازم يكون معاك البرائس يعني لازم تدفع البرائس ويكون معاك فما حبصتك هالبرائس. انا انا هنا جبت الحاجة دي عشان اقدر ايه اعملها وهي هي الvalue اللي هو ايه بعتها لي. ماشي دي هي هي المفروض هتسوي هنا البرائس. ببعن انا ايه? سوت هالو. طيب. فيه برضو نقطة مهمة. دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا عايزين نعرف عدد الاناصر اللي اتبعت. عشان هستاءها اعتمد عليها بعد كده في الفلتريشن اللي انا هعمله ان انا اشوف كل واحد باع يعني كم ايتم الشخص ده شريه عشان هزلو الحاجات اللي هو باعها بس. الحاجات اللي هو اشتريها بس. والحاجات اللي هو بنزلها بس. فالمفروض هنا هيبقى عندنا ان انا هنا المفروض برضو هيبقى عند حاجة زي الكوينتر بيعدي لي الايتم اللي تباعت. فهتبقى بالزبط زي فين. زي دي كده. ماشي. كنترول سي وهنعملها هنا تحتها. وهسميها ايتم سولد مثلا. سولد. او مفروض ايتم زي بقى. مش هو ايتم سولد. ماشي. وهو المفروض هنا بيادق برضو ايه? بيادق بصفر. اما بيع انصر. سوري. لما بيع انصر. لما بيع انصر. او هو هنا. ماشي. هقول له بقى ده. ده. استنوا ده واحد. انا دلوقتي بياد. فالمفروض اعمل له الكريمنت. اقلله. صح? طيب. انا هزوده امتى بقى? المفروض برضو يكون المفروض يكون موجود في الدلة اللي فوق فالمفروض برضو أزوده لما ده كده increment دي كريمنت دقيقة كده فين increment نشوفها كده increment يزيد أنا المطلوبات في الترجمة دي كريمنت هالي نقص ماشي إن كريمنت احنا هنزود مشكلتنا في الترجمة معلش فهي كده مظبوطة المفروض هي نزودها بواحد ماشي بعد مما هي معت بعد مما يمت كل حاجة ماشي ممكن اماشي تمام كده فده الدلة اللي احنا هنكريت منها بتاعه وده العنصر اللي احنا هنبدأ نشيك عليه فضل لنا كده مرحلة الفلتريشن اللي هو ايه بقى احنا المفروض هنعمل خدر جدت بكده تودو عشان عرف نشتغل المفروض هنعمل اللي هو الماي ايتمز فانا احتاج اشوف انا عندي كام ايتم تمام اللي هم بتوعي والكم ايتم دول كام واحد منهم وكم واحد نوت ماتبعوش يعني وبرضو لو انا شارع حاجة تانين صح؟ يعني لو انا شارع حاجة مش بتاعتي يعني انا ممكن ابيع ممكن اشتري اللي هي دي برضو فانا برضو ممكن اضاي اشتري حاجة مش بتاعتي حاجتي انا ممكن تبقى لسه ماتبعتش ممكن تبقى تباعد ممكن نكونش انا حاجة تانية معاها تمام؟ فدول الثالث هايات اللي احنا احنا اعتمد عليهم احنا لها عملنا دي عشان نقدر ده هيبقى رقم يعني ده مثلا بما اننا عارف ان فيه عدد sold للعميل ده خمسة فهعمل فورلوب بس على الخمسة دول عشان انتم عارفين الفورلوب تحددها ما تسيبهاش مفتوح على الارضية يعني او حاجة عشان ده بيتكلف cost نوعا ما ماشي؟ فده اللي هنشغل للمرة الجاية انتظرونا من حضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو في اي تشتيت باتي لوش ان شاء الله بعد ما خلص ال contract هنرجعوا واحدة واحدة والفيديو المفروض انت في الاول برضو شفت المخرج النهائي فانت المفروض تصورت الدالة دي بتعمل ايه؟ ماشي؟ فانتظروني المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته